بعد تسعة شهر من الحرب المضبوطة بين إسرائيل وحزب الله فيقت حادثة مجدى الشمس الخوف من توسيع الحرب على لبنان علقت شركات طيران عالمية رحلتها لبيروت اليوم وبكرة وطلعت الحكومة اللبنانية بيان بيدين قتل المدنيين وبيدعي لوقف الحرب كيف وصلنا لهون؟ السبت الماضي سقط جسم صاروخي على تجمع للمواطنين بمجدى الشمس بالجولان المحتل وصاب ملعب فوتبول وانقتل 12 ولد حملت إسرائيل حزب الله مسؤولية الموضوع وبعد دقايق نفل حزب مسؤوليته وبلغ الأمم المتحدة رسميا أن الحادثة سببها الصواريخ الاعتراضية للقبة الحديدية أكدت أمريكا الرواية الإسرائيلية ببيان بيتهم حزب الله بالضربة وبيعتبر أن الجولان أرض إسرائيلية عطت أمريكا ضوء أخضر لإسرائيل بس أكدت بنفس الوقت على رغبتها بتجنب توسيع الحرب ترجمت هاي الرغبة بوساطة هوكشتاين بين لبنان وإسرائيل طلب تحيير بيروت عن الضربة باعتباره خط أحمر للحزب وبنفس الوقت طلب من الخارجية اللبنانية أنه يكون رد حزب الله على أي هجوم إسرائيلي محدود بعد دعوات لحرق لبنان دوزنت إسرائيل موقفة واعتبرت أنه مش معنية بحرب شاملة مع حزب الله وإنما بتوجيه ضربة موجي عائله فقط عم تستثمر إسرائيل حادثة مجدى الشامس لأنه بتسمح لها تحقق ثلاث أهداف توجه ضربة كبيرة لحزب الله من بره سيئة الضربات اليومية تحط حزب الله بموقع حرش طائفيا كطرف شيع اعتدى على دروز وتبين هي بموقع المدافع عن الطايف الدرزية وتعرض دروز الجولان كمواطنين إسرائيليين وتكمل محاولة أسرلة أرض سورية محتلة بلبنان صدى الزعيم الدرزي وليد جملات للاستثمار الإسرائيلة ورد على كل هالنقاط مجدى الشمس عربية مجدى الشمس وأهل مجدى الشمس غالب أهل الجولان عرب ورفضوا الجنسية الإسرائيلية فكفى أيضا كذب إضافة كفى هذه الدموع التمسيح أكاذيب وأكاذيب هذه هي إسرائيل